اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضافة ان تورطها بالتستر على الفاسدين واللصوص معتبريها امتداد الى الحكومات الميليشيوية ورد احتلال خلونا نشوف جانب من قوى او من بيان القوى الثورية اللي دعا الى حراك شعبي جديد وثورة في بغداد وعموم المحافظات في المقطع التالي كما عاهدتمونا وكما عاهدنا الله والشعب والشهداء اننا مضحين من عجل الوطن والشعب وهدفنا هو وطن ذو سيادة ودولة ذو قانون خالية من الاحزاب الفاسدة واننا نؤكد على استمرارية التورة ببيان الضمير الحي المتقد في ثوار تشرين لذا سنجدد ونؤكد العهد في يوم واحد عشرة الفين وثلاثة وعشرين وندعو ابناء الشعب العراقي للنزول معنا في اليوم المذكور على بساحة التحرير لادامة استمرارية الدورة وعلى نفس الاهداف التي استشهد من اجلها الشهداء وهي تغيير نظام المحاصص والاحزاب وتحميل الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم محاسبة قتلة المتظاهرين من ابناء تشرين العظيمة كان هذا البيان اللي دعوا بابناء الشعب العراقي للتكاتف وياهم ويا القوى المدنية ويا الناشطين حتى يستعيدون ثورتهم ويستعيد العراق وضع الناشطين العراقين أكدوا على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة استمرار الرفض الشعبي لسياسات الحكومة الحالية ضرورة الحث على النزول إلى الشوارع من أجل أن تكون ثورة بقوة وشددوا أن المشاركة بالتظاهرات هي واجب وطني ولهذا السبب أكو فرصة حقيقية تتمثل باستثمار النقمة الشعبية وراء انخفاض قيمة الدينار إضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية إضافة إلى التصدعات اللي موجودة بين الشركاء وتصاعد حدة الصراع ولفتوا الانتباه أنه ما يثبت العزاء في ساحات التظاهر استذكار دماء الشباب اللي سالت بساحات التظاهر من أجل العيش بوطن يحفظ كرامتهم وينهي حالة اللا دولة اللي عاني منها العراق من سنة 2003 وينهي قضية تصدر مافيات القتل والإجرام لمقاليد الحكم في بلد عظيم مثل العراق هذا الفيديو من الكوت لوجهوا بعدد من النشطاء الدعوة لأبناء محافظة واسط حتى يستعدون لأن يلتحقون بالتظاهرات المرتقبة لأحياء الذكرى الرابعة لثورة تشرين واعتبروها نقطة بداية لصفحة جديدة من الثورة ضد الحكومة وأحزاظها الفاسدة خلونا نسمعهم وبعد أن تبين زيف المزيخين والمنافقين والمتسلقين الذي صدعوا رؤوسنا بنظرياتهم المدفوعة الثمن والتي أدت إلى استخفاف السلطة بثورة تشرين وبزماء شهدائنا وتسويق قضيتنا فإننا نؤكد عهدنا وجاهزيتنا لعادة وجه الثورة ونؤكد لأحزاب الصدفة أن الثورة لن تموت وإننا ماضون على معاهدنا عليه الله والوطن ومن هنا نعلن وبإسم ساحة ثوار واسط نزولنا إلى ساحة التحرير يوم واحد عشرة مؤكدين ومتزمين بمطالب تشرين الحق وهي إسقاط المنظومة السياسية الفاسدة كما ندعو أبناء الشعب العراق الحر التضامن مع أخوتهم المتظاهرين والله ولي التوفير هذا الفيديو من واسط واللي قبله كان في قوة تنسيقية أو قوة مدنية يدعون إلى استذكار الذكرى الرابعة لثورة تشرين في بداية شهر تشرين أول المقبل أبو تمارك كلاب يقول حي الله لحرار حي الله ثابتين على مبادئهم ورسول عباس يقول أحسنتم موفقين لكل خير دمتم وطنيين حقيقيين سيف علي الغالب يقول موقف مشرف جزاكم الله خيرا يا أحرار أبو عباس الشيبان يقول حياكم الله أيها الأحرار الثابتون على العهد مع الله والشعب كانت هذه تعليقات الناس على قضية استذكار ثورة تشرين الرابعة أو على قضية الذكرى الرابعة لثورة تشرين ومطالب النشطاء والقوى المدنية لنزول المواطنين إلى الشوارع وبقوة من أجل إعادة الثورة وإعادة الحراك الثوري في العراق أبو أحمد من بغداد حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أبو أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أبو أحمد أنا من بغداد رحمة الله حياك الله أبو أحمد الله يحوظك ويسلمك رحمة الله أمك وأبوك والله في شرطة بالداخلية وإذا السيارة جبل قمارة وقمها عندي واشتكيت عليها وصار شهر يعني روح للمركز وارجع روح للمركز وارجع ورحت للشؤون اللي من العامة ما تقدام نعم من العامة للعميد عميد محمد هناك مزين واتقى الإجراءات مالتا وما شنو مواسي يمشي على طوله بشيارته هو بداية هذا الشرطة شمسوي يعني خلي نعرف شمسوي هذا الشرطة والله ضربني بالصينية ومتجاوز حالة بيك كاسرة وطعب بيك بابي الباب الباب يقول ليش ترشمي أنا ندنز حصف عنده ضربني بالصينية الفيديو جزيت لكياء فيديو كامل جوا على الفيديو والله على الكاميرات وهدت هذا والكاميرات قاله شون تطيب فيلم جاء أمر مالقاضي جيبت أمر مالقاضي طلع للفيلم شون ضربني بالصينية هو شرطي زين السؤال يعني أنت قاعد ترش بباب بيتك هو شل علاقة مو أكون نقرأ هو حاضره مال المولدة جانبوري من عجه أبو المولدة مطيق تحب بلاش ومتجاوز على بيك كاسبة مع المسيحيين قباضي يعني باوع هو أسد لدى تقول لي يا أبو أحمد متجاوز على أملاك مواطنين ويأخذ حق أكثر من المواطنين بغير حق واتجاوز عليك بس لأنه أنت قاعد ترش مي يعني هاي ثلاثة جاوزات باتصال واحد والله يعلن بالباقي طلت العمر نعم وعده تقارير طبية وعده مال قابل قال قابل علي نعم ما أقوي الشرطة بالعالم كله بكم سارة عالم بكم سارة مركز شرطة العلوية الله يخليك سناشد لياهم تمام تمام أريد أن أروح للوزير الله يخليك وزير داقلية هو يحل المشكلة يعني متجاوز حتى على البيت وعلى المولدة وعلى أنبوب مال الماء وعلى بيتي ونجاب كل هكذا مال بيتي مالتنا يعني مو إذن شون الجريدي نفس الجريدي أستاذ والله العظيم يعني هذا شرطي يعني مش شارع جابه وخليه شرطي نعم منهم ملتزموا ما أعرف أستاذ الله يخليك تطول عمرك نعم نعم يمكن الضربة كبير ملتزمة نعم عميد ملتزمة سايق ما العميد عنده جب القمارة وهذا رقمها يعطي كياسة لا ما يحتاج ما يحتاج وصلة الرسالة وصلت الرسالة أبو أحمد ما يحتاج حتى يخافه ودي يسمعه ويجي أذيك لا ما يهزيني أنا باوع والقرآن ما يهزيني أقولت خلاص وأنا أشيشكم لا 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 أنا أشيشكم تمام وصلت أبو أحمد القانون يأخذ مجراء وصلت أبو أحمد عاشت إذنك شكرا شكرا لك أبو أحمد ولازم المواطن العراقي يفكر بالقانون لكن المشكلة أنه العراق هو الشرطة واللي يدعون تنفيذ قانون هم ما ينفذون القانون هي هذه المشكلة أنه هناك تجاوزات على القانون إضافة إلى أنه مجلس القضاء هو مجلس هزيل ما يمتلك أي صلاحية على القضاء لكن هذه الرسالة نوجهها إلى عبد الأمير الشمري القائد العام عفوا وزير الداخلية الذي أصبح قائد عمليات بالغلط بزمن نور المالكي والذي وصار وزيره هو صار قائد عمليات بالغلط ويشتغل بمركز شرطة علوية متجاوز على مواطن وعلى مولد وعلى أملاك المواطنين يعني أكثر من تجاوز فبلز أحمى جاءوا بلنا أبو أحمد وروح شوف حاله أبو عمر من بغداد حياك الله حياك الله أستاذ أفر تحياتي القناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام حياك الله الرحمة الرحمة والخلود لشهدات شريل نعم الخزي والعام لأحزاب السلطة نعم أستاذ أفر احنا نعرف ثورة تشرين المباركة اللي هي خرجت يعني بأصواب جميع العراقيين من شمال الجنوبة ثورة تشرين اللي هي ذكراها الرابعة إن شاء الله وتكون هي ثورة ناجحة للشعب العراقي كلها جميعا ثورة تشرين اللي وضحت أنه من هو في السلطة رئيس الوزراء والقوات الأمنية والأحزاب السلطة ثورة تشرين وضحت وكشفت العراقيين جميعا من هم الأحزاب السلطة وشلو كان دور الحكومات وشلو كان دور جهاز الأمن اللي هو اللي المقدر يسوي شيء من ضمن هاي الأحزاب اللي دخلت ساحات التظاهر البخداد وكل محافظاتنا اللي قتلت المظاهرين اللي دمرت المظاهرين واللي حرقت خيامهم واللي اعتقلت واللي ما حدي حدي الآن أكو عندنا مغيبين في السجون ثورة تشرين توضح للعراقيين جميعا ووجه ويوفتي نعم وصلت أبو عمر شكرا جزيلا لك لكن قطال اتصال يا أم كرار من البصر حياة الله هلا بيت يوم بعدنا مظلومة احنا عوائل السجناء نعم طبعا السرية هي تأثيرك من تحت التعذيب على المادة 28 وعشرين نعم وشر السجن ومعانا يعني وضعية السجن كلش تعقال بداية من عندك في السجن أم كرار من عندك بالسجن أنا زوجي بالسجن طيب إيش قصار لي لزمو بين صديقة لا كافين عندي ولا شي رايح حق مجرد على مود ثلوس لزمو بين صديقة واعترضت من التعريب الضابط راجبين عندي عشر ملايين إيش قصار لي بالسجن أم كرار سنتين صار سنتين إن حكام لا إي إن حكام خمسة والشهر وقرار ما عشر ملايين إحنا إحنا لو عدنا عشر ملايين ما قاعدين بالأجار رب الضيم يا خالي مواجهات وإلا قوة جايرروح يعني ما عدنا خلي شوية رأسون بحانة يعني هم مواجهات وضيم وأجارات ومصاري يعني منين نجيب حوالي خالية يعني ناقش نودينا مية إحنا كل شهر يقول المية راكت إذن من نجيب إحنا هنقدر نضع أكثر من مية مين نجيب يعني ما يعني ما يحقق الله إذا ما طلبت هو العفو العام أم كرار صح إيه والله نطلب بالعفو العام هسا أن إحنا ما نطلب بالأرهابيين والشتلة والتلطخة يجبهم بدماء العراقين إحنا نطلب بالأمر يعني كيف تنظر ما هو حتى ليت عاطس أوه تاجر حتى ليت عاطس أوه تاجر صح له لا نا لسا يعني كنها عائل بتجوم كنها تجار كنها كنها تاجر ساعة ما يضل بتجني يبط شداك ويطلع نا تاجر مملينا مملينا أم مملينا بالأرض أبدا حتى نجد بشداو نا يعني شوكت وأجاب أعيصال أنا من من انتجار رجل حين تسمعان بالعفو وبشهر السابع وبشهر الظامر وبشهر الوعد وكل ما أقل هسا وسط الانتخاب أطر والله ما سط الانتخاب إذا ستعت الاطف قال هو أبي من فين وليس السجن والله الرجل الأبو أبو ما ما شاف قال الرسال الثاني على وما شاف ولا ه مين نا سيط نا 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 ما انشاء الله يسمع إيما نا يؤمن مريضة حالة خطرت نى يعني أن اوب مط هو السجن كه حالة بعد نعم نعم ان شاء الله يسمعوكم كرار رسالة رسالة منه الى الى رئيس البرلمان ورئيس حكومة الاطار ووزير العدل حتى ينظرون في حال ام كرار وبقية الناس من دوي المعتقلين والسجناء خصوصا الابرياء منهم نروح الى قضية اسعار صرف اسعار صرف الدولار بالاسواق المحلية العراقية اللي ليش هالقفزات مو مستقرة وصارت مقتربة الى مية وستين الف دينار عراقي مقابل الميت دولار طبعا هذا كله يتزامن ويه معلومات عن نوايا امريكية ان تفرض عقوبات على مصارف جديدة لانه هي ما ملتزمة بشروق نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار مصادر مطلعة ايضا اكدت ارتفاع الدولار ما راح يتوقف لأسباب عدة منها لجوء تسعين بالمية من المسافرين خارج البلاد الى السوق الموازي لتأمين الدولار بسبب التعقيدات اللي دي يواجهوها بسبب الضبابية في الاجراءات وقالت المصادر انه عدد المسافرين مقليل وهم يشكلون عامل ضاغط على السوق الموازي لانه معدل الشراء تقريبا ملايين الدولارات يوميا ما يعني انه زيادة بالاقبال بوسط معروض محدود وهذا كله راح يؤدي الى ارتفاع تدريجي بسعر السعر الحكومة انتمنح المسافر العراقي امكانية شراءة 3000 دولار قبل سفرة بالسعر الرسمي لكن هذا الاجراء للمسافرين يحتاج الى اعادة نظر جدية والاستمراء والاستماع الى الشكاوى الناس المتكررة بظل شحة الدولار بمنافذ البيع خصوصا المصارف الحكومية اللي تشهد هذه الايام ازدحامات واكتظاظ الى اناس مسافرين قدامها وما حصلوا حصتهم المقررة خلونا نشوف الحال امام احدى فرور مصرف الرافدين اردوثقلكم هذا هالسبعة ساعة هذا المصرف تشوفوا مصرف الرافدين بس باوي بس باوي هاي الناس المتكوموا على شنو هاي كلها متكوموا على قضية الدولار هاي بالالاف تتكوموا دايما على قضية الدولار دمرتوا العالم حتى البنقلاد اش خليتوهم يشتغلون بالدولار لا دين عدكم لا رب عدكم صار لكم تقريبا هاي رح ندخل عشر تشهر وانتوا الى الان الدولار بلا حلول الاسعار نار السيارات نار العقارات نار دولار ماكو بالسوق العالم كلهم شي تاع المصارف والتمكيف حاطلي محافظة بنق المركزي وقاعدة يا وتسولي والله موضوع المنصة كذبة وموضوع الامريكان اكبر كذبة زيان انتوا الان للسفيرة الامريكية كل ش تسوون مع طولة ما تقدرون تحلون الدولار مو بطحتم بطاح مو طبيعي هذا كان رأي المواطن في هاي القضية طبعا الحكومة والسلطات تشترض على المسافر ان يبرز تذكرة السفر وفيزة الدخول الى البلد المراد السفر الى حتى يبيعونهم حصتهم من الدولارات اللي تبلغ 3000 دولار بالسعر الرسمي مثل ما بينا واستغلوا متنفذين ومضاربين هذا القرار من خلال جمع مئات بل آلاف الجوازات للسفر من اشخاص بسطاء وشراء تذاكر السفر وسمات دخول واغلبها وهمية حتى يقدرون يشترون الدولار بالسعر الرسمي ويبيعوا بسعر السوق الموازي او بسعر السوق السوداء وجمعه ارباح تقدر بملايين الدنانير يوميا وهذا اللي ادى الى ازمة شبيرة اللي يريدوني حصلون على حصتهم من الدولار خصوصا المرضى او اللي يسافر لغرض التجارة او الدراسة او السياحة بالبصرة مقطع مصوري بينلكم جدال بين صاحب شركة صرافة واحد المواطنين نتيجة وقوفهم لساعات امام الشركة وراها اطلعوا واعتذر من ادهم لانه حص الدولار الموجود بالشركة قليل جدا وما يكفي كل الموجودين حتى يحصلوا على 3000 دولار لكل من ادهم وهذا اللي خلق حالة من الغضب ببياناتهم خلونا نشوف المسجدين 150 نفر المسجدين يريد منعدي فلوس 300 تلف دولار 300 تلف دولار قسمه تقسيم الكاثة يصير مئة نفر اريد مئة نفر هذا هو هذا اخلي واروح اخلي واروح مئة علمية اخر رقم مئة الباقي يروح الباقي يروح علمية زين اللي اندى مريض رقم 101 واللي رقم 102 ومحتاج عملية فرضا مستعجلة هذا شي سوى ينتظر لي ثاني يوم وذا مات نتيجة تفاقم الحالة الصحية صلوات دولة دولة رصينة وحكومة تعرف تتعاملوا يالناس ولا السبب الناس بشافتها الفيديوهات علقت محمد جميل يقول مع الاسف هذا البلد يوصل هالمستوى المتدني اما ثامن صبحاوي يقول مافيات وليس رجال حكم هذا وضع البلد ولم يتغير لان الملاتش نايم والحرامية ما اخذ راحتها ناطق وعد العباسي يقول مجادي بالتقاطعات ما مسيطرين عليهم تريد يسيطرون على الدولار مع الاسف مهدي يقول ذولا مو حكومة مجموعة السراق ومافيات بس العتب على الشعب فمهدي يعتب هنانا على الشعب العراقي مشاهدينك كرام يعني لما نحكي عن الدولار الدولار هو مو بس قضية الصرف والمسافر ما يقدر يستفاد منه لكن اكو قضية ثانية همينة تستهلك الدولار تعرفون شنية الاستيراد الاستيراد يخصر الدولة عملة صعبة هاي رقم واحد رقم اثنيا يسبب خسائر فادحة يتعرض لها المزارع العراقي بسبب اغراق السوق المحلية بالمحاصيل الاجنبية يعني احنا هسا نحكي على تعميق ازمة الزراعة بالبلد او اعتماد او تعمد في قتل الزراعة بالبلد اللي يشهد بالاساس شح بالموارد المائية والتمويل اللازم للأعمال فقبل ما نحكي عن السيراد خلونا ناخد ابو مشتاق من كركوك حياك الله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السام بمآخر او تمام انتو من اي منطقة نازحين اخويا ابو مشتاق احنا من كركوك ناحية عباسي من كركوك ناحية العباسي يعني انتو نازحين من العباسي الى كركوك لانو نازحين من محافظة الى كركوك لا لا احنا احنا بالنفس المحافظة بس وقنا بلسة 14 قول ما دو الدوائش نا وجود دوائش وظلنا غادي بزنطق اثناء ورد بورك التحرير حتى نطالبين حتى ما نحصل نشي نا 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 وصلت وناشدتك ابو مشتاق ابو مشتاق يناشد وزارة الداخلية والبرلمان والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بعادتهم الى مناطقهم الاصلية شكرا لك فلما نستورد شي زايد عن الحد الفلاح العراقي شي سوي راح يبيع بس شون راح يبيع يبخس السعر حتى يمشي او يتلف المحصول ماته ويهاجر بقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين تحديدا علوت خضرة الدجيل بيها نزول مفاجئ باسعار الرقي او البطيخ الاحمر اللي ينباع الآن بسعر الفين دينار للصندوق الواحد هذا كل اثر على مطالب الفلاحة تجديد الرقابة على استيراد البطيخ او الرقي وفرض رسوم جمهوركية عالية على استيراد هذا المنتج ومن اجل حماية الانتاج المحلي ومن اجل تشجيع التوازن بالسوق المحلي واغراقها بالبضاعة المستوردة من دول الجوار خصوصا الرقي الايراني خلونا نسمع الفلاحين اش قالوا علي اخوان هاي البطيخات والله يا عظيمان هاي سحات اربع ملايين فلا ردوا ألف دينار يوميا جيبهم خمس تالار تفتالار تلفين دينار الله عايقنا ماخذ المغلف فيك ماخذ المغلف ماخذ المغلف بسبعين الف سبعين الف ماخذ المغلف ويجينا هسا والله يقول لي ما يفيد قايش وان بطيخة واخعمي مهيان درجة ووله من انوع الزينة علىو محمود بطيخ ستة ارب دينار وما احد يقل له نعيدا من زوج باربعة وحنا مطلوبين في دوس المكاتب باشر عباب المكتب يفي حاصلنا نسبوق ستة ارب بكين دينار دينار والساعة ستة عشرة بالليل اين من المغرب الحد دينار ناجد وزير الزراعة والناجد الدولة السوداني صندوق البطيخ في دينار تبدأ نحاط 33 مليون اما بعد الفيديو قبل ما نحكي عن المصادر تأكد انه طهران صدرت سلع غذائية ومواد استهلاكية وبضاعة الى العراق بقيمة مالية تصل الى تقريبا ثلاث مليارات دولار امريكي خلال الاشهر الاربع الماضية بس وحصت محصول الطماطم ببحدة تقريبا سبعين مليون دولار رغم منع الحكومة استيراد عدد غير قليل من المحاصيل الزراعية اللي تزرع محليا لكن القرار يبقى عبارة عن حبر على ورق وبوفق فعالين في قطاع الزراعة خبراء اقتصاد اشاروا الى انه الاسواق مليئة بالمحاصيل الاجنبية اللي تدخل عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية طبعا هاي ضرب للسيادة المهم من بين المحاصيل اليرانية اللي تسببت بغضب الفلاحين بمحافظة ميسان محصول الرقي اليراني اللي غير صالح للاستخدام بشري حسب رأيهم ووفقا لشهادات فلاحين عبروا عن صختهم وطالبوا باغلاق الحدود للحد من خسائرهم الشبيرة خلونا نشوف ولا الناجدك ولا عاج الى عمرك امر السد الحدود انت ملاحق العالم على ارزاقه هاي الرقية العراقية درجة ونه انت طيني ايراني غير صالح للاستلاك البشري اذا انت شريف سد الحدود ليش تسد البتياتة فات الموصل وتفتح عالجنوب الجنوب ليش محاربينه يعني عندنا رقي حتى اصدر للدول ما هو حين اصور عمي هذا الرقي حتى للدول اصور وما لو ناس مقبومة على زراحة بش عالي اصدر بسبب الايراني الايراني ما بيصوش الصوش بيكم انتم ربعنا ناس عملاء وديون اذا ما نسدوني الايراني ننطع بوزارة الزراعة لا ننطع محافظة ولا نقطع شارع راح ننطع اقبال وزارة الزراعة نجيب علينا قوات الشقب نجيب علينا الدولة انت تتحمل المسؤولية لك مننا للتنين بالتلاتة اذا ما تسد الحجود انت تتحمل المسؤولية هاي كمية الغضب يام الفلاح العراق من نتيجة خسارته طبعا في بلدي عاني من ازمة مياه وازمة وقود وتصحر وملوحة وحكومة ما تراعي الفلاح وما تراعي احد وهو ده يزرع ويفلاح ويحصد ورما يحصد يريد يروح يبيعه ويستفاد حتى يقدر يحصد يعني تعبه وشقاه ويروح يزرع المحصول للسنة الجاية هذا اللي يصير بالناس لما شافت هالفيديوهات علقت على هذا الموضوع اول تعليق موجود يانا من فيسبوك في رأس البيات يقول ماكو اطيب من الرقي العراقي والله ولا اكو اطيب من كل محاصلنا الزراعية بس حسبي الله ونعم الوكيل اركان النايف يقول شرط من شروط تشكيل اي حكومة لازم ما تشتغل الصناعة والزراعة العراقية حمي شاهر الشمري يقول لا حول ولا قوة الا بالله الى متى يقع العراق تبعي وكاظم الشمري يقاطعه لا تشتروا اذا كان غير صالح الاستهلاك البشري ليش هم صدروا بي خير للعراق وسبب ذيولهم فشانت هاي تعليقات الناس انا اريد اطلب طلب من المواطن العراقي لدعم الفلاح العراقي اطلب من المواطنين العراقيين لمن يعرف انه عدنا منتجات مثل الطماطع والرقي والبطيخ الاصفر موجودة ومحاصيل عراقية يتعنالها ويروح يشتريها ويقاطع المنتجات المستوردة حتى يفهم الذيول انه هو ما يريدها ويريد المنتج المحلي على الرغم من دفاع المسؤولين عن خطوات الحكومة الحالية والحديث عن تطور ملحوظ في الخدمات اللي تقدمها مؤسسات الدولة لكن الامر توقع حجة زيارة بعض من هذه المؤسسات ومشاهدة اوضاعها خصوصا دوائر التقاعد المعنية بتقديم خدمات لشريحة معظمها تعاني من الامراض وكبر الثن وماعدهم قدرة على مواجهة الروتين والتعقيدات المتعارف عليها مقطع مصور بيانلنا سيدة مسنة على عربة تستخدم المقادين او كرسي متحرك بوحدة من مؤسسات الدولة واجهة مصاعب حتى تقدر توصل الى شباك الموظف بسبب تصدعات الأرضية خلونا يسأل اشتركوا في القناة الحال المزلي راح تشوفوا بدائرة تسجيل العقاري بمنطقة الدورة بالعاصمة العراقية بغداد ورداءة أماكن الانتظار والجلوس ضوضاء ماكن تضام للعمل وفوضى ورطوبة نخرت حياطين وأسقف الدائرة وبالمشهد هذا يعني مو حال بس دائرة تسجيل العقاري بالدورة لا هذا المشهد يتكرر بهواية دواء دانشوه اشتركوا في القناة دانشوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تلاحظوا الفيديو هذا في بداية الممر مبرد صحراوي حديث وراها مبردة بنص الممر حتى تبرى الغرفة الموظف والمواطن برا وبنهاية الممر جوا الدرج اكو قطعة خارجية ما سبلت اللي بالصيف بدرجة حرارة مثل اللي يشوفها العراق اذا فتحها الموظف حتى يحصل هوا بارد هاي تنفذ هوا حار على المواطنين برا اردفتهم شنو الترتيب اللي انتو عايشين بي اللي قطعكم الخارجية بالممر الداخلي هيش انتو ما محترمين مشاعر المواطن لدرجة انه حتى الهوى الحار الذبوا عليهم يعني شنو تقول لي يا تنسلك يا لا تجي مراقبين يشوفون انه استمرار دوائر الدولة بالاعتماد على المعاملات التقليدية اللي الورقية وعدم تطوير البنة التحتية المعتمدة عالميا على التكنولوجيا واستخدام الحاسوب هي ابرز المعاوقات اللي يواجه المواطن او يواجهها المواطن بمراجعة الدوائر الدولة ويشير المراقبون الى انه بعض الجهات المتنفذة ما ترغبوا بتطوير هذا القطع لانه هذا راح يسهم بمعالجة ثغرات شبيرة تمنع عنها مصادر تمويل بملايين الدنانية خصوصا اللي يتعلق بدواء الرعاية الاجتماعية اللي تحولت الى نافذة اعتمدها النواب لدعايتهم الانتخابية فمثلا قضاء سوق الشيوخ الذقار اشتكوا المواطنين من حال الدائرة ووجود موظف واحد بس يستقبل معاملاتهم على الرغم من الزخم الكبير والاكتظاظ للدائرة بالمراجعين خلونا نشوف موظف واحد الله اكبر مراجعين مراجعين هاي هاي بالالاف والله هاي سبيهم بالالف ليش يتش ليه ليش شين يدلب هالوالهم هاي بذلونها ليش يعني بس وقت الانتخابات ريدون هاي بس وقت الانتخابات جيتت لو يقول هاي ليش هاي المواطنين هاي بشمشوا بالحرها السشف ليش ليش ناس جايدكم على معاملاتها اوفر لموظف موظف موظف حرق عالين هارا كاعدة شيف تجداد الرجاع قاعدين هارا كاعدة شيف تجداد الرجاع المباركة قاعدة يعني بالحرق بالحرق شيف تس بنتاك تشتغل والناس جايد هكي مواطني هاي العالم غير الراحة هاي دائرة الرعاية الاشتماعية اللي من المفترض انه هي ترعاهم الدولة ان هم وذولا محتاجين ويحتاجون رعاية المواطن العراقي يعاني من مشكلة اسمها الجواز على الرغم من سوء الجواز ويعتبر من اسوء الجوازات بالعالم لكن دوائر الجوازات همينا بممانئة عن الشكاوى المواطنية يشتكون العراقي من تأخر دوائر الجوازات اللي تتبع وزارة الداخلية بإصدار جوازات سفرهم أو إنجاز معاملاتهم وأكدوا أنهم ما يقدرون يكملون المعاملة أو يحصلون على جواز سفر إلا بمدة أربع أشهر وأكثر في بعض الأحيان هذا كله بوسط انتقادات لإهمال هذا الملف خصوصا أنه يؤثر سلبا على مصالحهم إضافة على تأثيرات على المرضى واللي يريدون السفر من أجل العلاج فتريدون تعرفون الحال خلونا نسمع هذه الشهادة من محافظة البصرة حول معاناة المواطنين لمن يراجعون دائرة مديرية الجوازات بالبصرة رسالتي إلى رئيس الوزراء محمد شيوع السوداني الذي أطلق على حكومة الخدمات رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليوم اتواجد من أمام أحد مكاتب الجوازات من الشهر الخامس وحنا اليوم بشهر التاسع جوازي ما نستلمه اشلول تكون حكومة الخدمات وانت أبسط الخدمات ما نمطفرها للمواطن هذا الوصل المال للجواز كبست اليوم حتى لا يخرب وحتى الجوازي يضيع وما أقدر أراجع به هاي أول الشيء الثاني الجوازات مطلوبة تسعة مليار للشركة الألمانية وين الفلوس مال للدولة العراقية بحيث الجوازات مطلوبة للشركة الألمانية رئيس الجمهوري هرات في الشهر 4 مليار النفرية مالته وين الأموال؟ اتبرعوا بهذه الأموال اللي خصصت عليكم اتبرعوا بها للجوازات دولة ضاعت عليها اكوناس مرضى اكوناس يعني منهكين يحتاجون مراجعة احنا نطالب الشعب العراقي بتبرع لمديرية الجوازات من كبار الدولة مطلوبة فبالتالي هذا رسالتي إلى كل مواطن وإلى كل صحفي وإلى كل ناشط أنه يصور ويوثق مدى الدعاء الحكومة أن حكومة الخدمات جواز صالة خمس تشير ما مستلمة بينما مكتب رئيس الوزارة عندما تراصلنا وياه خبرنا يقول تم إنهاء خدمة الدفاتر دواتر ما وفرتوها اشنا راح تبنون جولة؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجوديان من زين العابدين الوائل يقول إذا ماكوا موظفين اتعاقدوا يا اشخاص أدربهم وأخفف زحمة الناس يعني ماكوا تدبير أبد متونسين على إهانة الفقير الله لا يرضى عليهم دنيا وآخرة محمد مهدي يقول جواز سفر تنتظر شهور بطاقة وطنية هم شهور حتى بطاقة السكن صار شارين جدد همام السلم هاي شلون حكومة وجعفر جمعة هو يا دائرة بالعراق تراجعها براحة واحترام تروح للمرور الضوق المر تراجع التربية والنفوس تشبع ضيم وحسن تميمي كلكم راعا أي مدير يحصل الخلل في دائرته ويظلم أحد هو المسؤول أمام الله يحصل الخلل يحصل أمام الله تعالى ولذلك هناك من سيطرت عليهم الأماكن والعلاقات حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومتصلب فشات هاي تعليقات الناس حول هاي القضية في كل بلدان العالم الطلبة المتفوقين هم مدللوا تلك الدولة إلا يمنى احنا شي صير يمنى احنا يناجدون الطالب عبدالله وليد فاضل عبيد من أهالي قضاء المسيئة بمحافظة بابل اللي طلع الفيديو ويناشد يسمعه مظلوميته يطالب بقبوله ضمن المنحة الدراسية المجانية ليش؟ لأنه حقق معدل 97.29 أعشار الدرجة بامتحانات السادس الإعدادي بالثانوية العامة بالباكالوريا يعني من المتفوقين وراها لأنه قدم من ضمن اسمتي المنحة وعلى الرغم من خدمة والي للدولة العراقية ورما عمل ضابط في الشرطة لمدة أكثر من 35 سنة لكن الحكومة الحالية ما تلتفت له وتضمن قبوله ضمن هاي المنحة خلونا نسمع مناشدتاً لوردة عبر خدمة أنت ترى لتوفرها قناة أبع في دين قبل امتحانات الفترة والدي تعب بعد أكثر نقلناه لنعاش هو بالنعاش بدأت الامتحانات رجعت امتحانة امتحان الإسلامية وامتحان العربي وبعد امتحان العربي وبتاريخ 27.6.23 توفى والدي الكل يعرف الفاتحة والأمور راح يصيروا يا هوني الويد الأكبر بالعائلة فضليات الفترة العطلة طونياها بالعيد هاي الفترة كيتها أنا مجغول بالفاتحة وبالناس اللي تجي بس كملت الامتحانات الخمسة البقن بصعوبة بس الحمد لله كملتهم خلصتهم معدل 97.29 وخدم الدولة 35 سنة وريد من الله ومنكم يشملوا بالمنحة المجانية أسوة بباقة طلاب الويال اللي مروا بظروف صعبة يعني عقيد بالشرطة منتصف في وزارة الداخلية إجا إجاله رحمة الله عليه ابن من المتفوقين لكن هو الابن الأكبر يعني الابنة تشبيرها سدخل جامعة بدالما الدولة تفكر في حال هاي العائلة اللي هما أربع نفرات والأم بدالما تعينهم وتقولهم يا با هاي عونة من عندنا لكم لا تعتبروها ديان تعتبروها هدية سنوات الخدمة اللي خدمها هذا الرجل للدولة بس شنسوي إلى دولة يحكموها ناس مثل اللي موجودين هسا في حكومة الإطار وجماعتها وباقي الكتل والأحزاب الإسلامية واللي من ضمن شروط الإسلام أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك المهم جددوا خريجين للأعوام السابقة من مختلف التخصصات مطالباتهم بأن يتم توفير فرص عمل من مختلف التخصصات على وسم هاشتاغ الخريج القديم أحق بالتعيين طالبوا الخريجين أن ينهون حالة التهميش أن ينهون الظلم اللي يتعرضون إلها من سنوات وأكدوا أن التعيين يجب أن يتم بناء على أقدمية التخرج ورمج جاوزة أعمار بعضهم 35 و40 سنة دون أن يحضون بأي فرصة عمل ومساعدة لتكوين أنفسهم فعلى منصة أكس هاشتاغ الخريج القديم أحق بالتعيين وجدان تقول التعيين استحقاق وليس مطلب أنا الأوان لحسمي ملف الخريجين القدامى من خلال استخدام واستثمار هذه الكفاءات والطاقات المعطلة عن العمل وزجها في دوائر الدولة حسنين حمزة لا نطلب المستحيل ولا نطلب أن يكون لفئة دون أخرى فالكل لهم حقوق والأولوية يجب أن تكون للخريج القديم كونه ظلم وهمش وعطل لسنوات طويلة دون إنصاف من الحكومات السابقة هناء طالب كاظم عبود يكفي ما ضاع من سنوات العمر ونحن معطلين ظلما وقصرا فباسم الإنسانية أنقذ ما تبقى من سنوات العمر وسامر العراقي نحن كفاءات وطاقات معطلة عن العمل وليست عاطلة عن العمل أنا الأوان لإنصافنا كون أعمارنا حرجة لا تتحمل التأخير هاشتاق الخريج القديم أحق بالتعين يعني سامعين بمؤسسة المحاربين القدماء المفترضة السابق العراقي يأسسون مؤسسة جديدة يسمها مؤسسة الخريجين القدماء بس الفرق بين ذولة وذولة أنه ذولة يشتغلون ويدافعون عن أرض البلد وأرض الوطن والذود عن سمائه وأرضه ومائه وبعد فترة من الزمن يتقاعدون لأسباب عدة صحية أو عمرية أو أين كان فهو محصر راتبه ومحصر التقاعد ماته ومن الممكن أن يحصر على امتيازات أخرى كونه من أعضاء المحاربين القدماء أما الخريج القديم كل اللي راح يحصره هو بس تسمية الخريجين القدماء وبهم أوائل وبهم متفوقين وبهم لو فكروا الحكومة العراقية أن يستفادوا من أدهم لا رات شنا شفنا وائع الشعب يا خير المشكلة اللي دا يعيشها العراقي اليوم أنه إحنا في بلد بلد بصناعات كثيرة بلد بامتيازات كثيرة بلد بمساحة ما أحتاج أنا من الحكومة أن تجد خطط لاستصلاحها زراعيا لأن هي أرض مستصلحة زراعيا كل اللي أحتاجها هو دعم دعم بالمي دعم بالبذور دعم بالسماد دعم للمنتج بعد حصد المحصول كل اللي أحتاجها للمصانع العراقية هو دعم دعم لكلمة صنعة في العراق واللي من المفترض هي أهم كلمة يدافع عنها العراقي خصوصا من يتسنم حكم البلد لأن كل بلدان العالم لما تصدر منتجاتها فالمنتج مالتها مكتوب صنعة في ذلك البلد وتفتخر بهذه الصناعات إلا بالعراق سياسيين يفتخرون بكلمة ساخت إيران ويكرهون كلمة صنعة في العراق لدرجة أنه البطيخ والرقي بالفين وبتراب الفلوس وطب مرض إذا احترق المحصول أو فسد أمام المنتج الإيراني ومعجون الطماطئ والطماطئ والمعلبات والأدوية وغيرها 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 والمشكلة نحن نعرف كل جزيلاً أنه إحنا كانت قدنا معامل سادة ومكفية وموفية بهذه المنتجات معجون الطماطئ العراقي لم نكن نشتر غيرها كانت بوقتها أكو ما أقولكم في زمن حصار لم يكن أكون معجون طماطئ تركي ولا أقولكم في زمن حصار ما كان أكون معجون طماطئ مستورد من دول الجوار أو من أي دولة بالعالم لا موجود اللي يريد يشتريها لبي بس أكون معجون طماطئ مصنع تعليب كربلاء مثلاً هم سعر أرخص وهم مطيب أحسن وانت تعرف الطماطئ اللي بيه عراقية كان أكو زيتوة دهن عربي وصنة لكن عندك السمنة أو الزيت أو الدهن العراقي ألبان مؤسسة الألبان كانت تنتج كل شيء وربوينة وربوينة أهاليتنا على اعتمادنا على منتجات مؤسسة الألبان من حليب إلى حليب مطعم إلى أجوان إلى كل شيء إلى ألبان لكن اليوم حتى يطلعت منتجات وشفنا فيديوهات ببرنامج صوتكم هو الألبن اللي بيها لبن إنتاج مؤسسة الألبان العراقية طلع المنتج إيراني والاستكر طابعي هناك وجايبي إلى العراق ما على أسف مشاهدين يا كرام برنامج صوتكم لهذا المساء انتهى نلتقيكم على خير إن شاء الله حلقة جديدة باشر بنفس الموعد انتظرونا في أمان الله اشتركوا في القناة